يا رب ما تظهر يا رب ما تظهر للأسف ظهرت أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد طبعا الكل بيسأل ايه موضوع يا رب ما تظهر وباختصار أحب أقولك أن الرسالة اللي قدامك من أكتر رسالة المزعجة واللي بتسبب قلم نفسي للكثيرين أثناء استخدام الأجهزة سواء كانت شاشات أو أجهزة تيفي بوكس أو أجهزة تيفي ستيك الرسالة اللي قدامك واللي ملخصها أن هذه الخدمة غير متوفرة في منطقتك أو في بلدك ودي من أكتر الرسائل اللي بتدايق الكثيرين أثناء استخدام الأجهزة والبعض هيسأل ليه أبو حميد وحضرتك منين مش أقولك باختصار أن في عدد كبير من التطبيقات العالمية الشهيرة بتبقى متاحة في دول معينة وغير متاحة خارج هذه الدول زي التطبيق الشهير اللي موجود معنا تطبيق تيوبي وده من أشهر التطبيقات واللي مليان بعدد كبير من الأفلام والبرامج والقنوات التطبيق ده متاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية وغير متاح في دول كتير زي عندنا هنا فلما تيجي تثبت التطبيق وتبدأ تشغل التطبيق تظهر معاك هذه الرسالة هذه الخدمة غير متاحة في موقعك أو في بلدك وبمتاز بتوصلنا لـ 30 ألف مشترك حابب أجيب لك مفاجأة اليوم مفاجأة من العيار الثقيد إن شاء الله اليوم هنقدر أن نتخلص من هذه الرسالة المزعجة واللي بدأت تظهر لنا في الكوابيس هنبدأ اليوم إن إحنا نتخلص من الرسالة دي ونشغل أي تطبيق أنت حابب أن يكون موجود على جهازك بدون أي مشكلة وبدون أي عقبات والشرح على جهاز أمازون فاير تي في ستيك الفور كي والشرح بينطبق على كل الأجهزة سواء الأجهزة اللي بنظام التشغيل لأندرويد أو بنظام التشغيل جوجل تي في لو أول مرة تشوفني كل المطلوب منك أنك أنت تعمل إشتراك في القناة وتتفرج على الفيديوهات القديمة والفيديوهات اللي جاية ولو مشترك معي ما تنساش الإعجاب بالفيديو وتشاير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ولو عندك أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هنجاوب علي في البداية هنحذف تطبيق تيوبي من على الجهاز ونبدأ نثبته من جديد علشان نعرف إيه الخطوات الصحيحة لحل المشكلة هنجي هنا نقف على تطبيق تيوبي وبنضغط على زرار الابشن اللي موجود عندي في رموت الفاير ستيك بنضغط على اوبشن وتبدأ تظهر معي الإعدادات هنزل تحت عند انستول وبضغط سيليكت هيبدأ تظهر معي اريو شور بنزل عند انستول وبضغط سيليكت وكده اتحذف عندي تطبيق تيوبي من على الجهاز هنا هنجي في find وبنزل عند app store بندخل في app store وهننزل في البحث ونبدأ نكتب تيوبي تي يو بي اي بعد ما كتبت تيوبي هتظهر معي النتائج البحث بنزل عند اول نتيجة بحث وبنضغط سيليكت بيظهر معي تطبيق تيوبي الشهير بنضغط سيليكت وبعد كده بنضغط هنا على download select هنضغط على open للاسف التطبيق مش بيشتغل معي بتظهر الرسالة ان هذه الخدمة رير متاحة في بلدك او في موقعك هنرجع للصفحة الرئيسية وهنبدأ نتعرف على خطوات الحل هنيجي هنا عند find وبندخل في search ok وبعد كده بنبدأ نكتب مع بعض a, w, a, r, d بعد كده مسافة v, b, n بعد ما كتبت award v, b, n بننزل عند اول نتيجة بحث عندي وبضغط select بيظهر معي التطبيق المطلوب award v, b, n بنضغط select وهنا بتبدأ نضغط على download هنرجع للصفحة الرئيسية وبعد كده هنيجي هنا ندخل في التطبيقات بننزل ندخل في my apps وبنزل بلاقي ان تطبيق award v, b, n اصبح موجود عندي طيب البعض هيسأل يا ابو حميد ايه موضوع تطبيق award v, b, n لو اول مرة تشوفني هتقول مين ابو حميد هقولك ابو حميد هو انا ما تنساش زي ما قلتلك لو اول مرة تشوفني تعمل اشتراك في القناة لو عجبك الفيديو award v, b, n ده احد التطبيقات المهمة والموصوق فيها التطبيقات v, b, n ولو اول مرة تسمع عن v, b, n فالv, b, n ده من خلاله بيتحلك ميزتين من اهم المزايا اول ميزة زي ما قلنا ان اي تطبيق رير متاح في بلدك تقدر انك انت من خلال خدمة v, b, n انك انت تشغل التطبيق ده بدون اي مشكلة والميزة التانية ان التطبيقات v, b, n او الخدمة v, b, n او ميزة v, b, n بتتحلك ميزة الخصوصية لان طبعا كلنا عارفين ان استخداب ده الانترنت والتطبيقات ده عبارة عن كتاب مفتوح من السهل ان الشركة المزودة لخدمة الانترنت ان هي تتعرف على كل نشاطاتك على الانترنت بكل سهولة لكن من خلال v, b, n فبتكون انت محمي ومن الصعب ان الشركة تعرف ايه النشاطات اللي انت بتمارسها من خلال الانترنت فدي ميزة مهمة خاصة للاشخاص اللي بيستخدموا التليفونات والموبايلات في الاماكن المفتوحة والاماكن العامة فمن السهل ان اي شخص من خلال الابي الجهاز ان يدخل على كل الانشطة اللي موجودة عندك على جهازك وكل البيانات اللي موجودة عندك على الجهازك لكن من خلال v, b, n بيبقى من الصعب ان احد يصل لهذه البيانات او هذه النشاطات فعشان كده مهم موضوع v, b, n ومن اهم المواضيع في الفترة الاخيرة والسنوات الاخيرة ولأهمية الموضوع لقيت ان من المهم ان انا اشرح موضوع v, b, n في القناة علشان كتير بيبعت يسألني فيه التعليقات عن اهم البرامج او التطبيقات v, b, n وده موضوع الفيديو اليوم التطبيق اللي موجود معانا اوارض v, b, n من اشهر التطبيقات v, b, n والتطبيق مجاني ما بيحتاجش اشتراك وسهل جدا في الاستخدام وفي ثواني بتقدر انك انت تشغل اي تطبيق موجود عندك او اي برنامج موجود عندك في الجهاز بدون اي مشكلة هنبدأ ندخل فيه تطبيق اوارض v, b, n وقبل ما نبدأ نستخدم التطبيق انا هخليه في الصفحة الرئاسية لاهمية التطبيق وانا واقف على اوارض v, b, n بضغط على زرار الابشن اللي موجود عندي في رموت الفاير ستيك بنضغط على زرار الابشن وهنا بنزل عند موف تو فرونت وبضغط سيليكت التطبيق بيظهر معايا في الصفحة الرئاسية لو رجعنا للهوم سكرين بعد كده بلاقي ان اوارض v, b, n اصبح موجود عندي في الصفحة الرئاسية قبل ما ابدأ استخدم اوارض v, b, n هنبدأ ننزل لتطبيق تيوبي ونخليه كمان معانا في الصفحة الرئاسية ادي تطبيق تيوبي بنقف عليه بنضغط على زرار الابشن وبننزل نضغط على موف تو فرونت بيبقى موجود معايا في الصفحة الرئاسية هنرجع للهوم سكرين مرة تانية وهنبدأ ندخل في تطبيق تيوبي بندضغط سيليكت بلاقي الرسالة المزعجة هنرجع للصفحة الرئاسية تاني الهوم سكرين وهنبدأ ندخل في تطبيق اوارض v, b, n بنضغط سيليكت وهنا بيبدأ يفتح معايا التطبيق وهنشوف ازاي نقدر نستخدم التطبيق بكل سهولة وبدون اي مشكلة زي مواضح كده قدامك دي الوجهة اللي بتظهر معايا علشان اقدر استخدم التطبيق بيطلب بني كود والكود ده بقدر ان انا احصل عليه من موقع اوارض v, b, n الرسمي والكود بيتحلك استخدام التطبيق لمدة ست ساعات وبعد انتهاء الست ساعات تقدر انك انت تحصل على كود جديد وتحصل على ست ساعات اضافية او ست ساعات تانية التطبيق ما بيحتاجش تسجيل ما بيحتاجش شراء لانه مجاني فبنقول ان ده من افضل تطبيقات v, b, n اللي ممكن تستخدمها كيف اقدر احصل على الكود؟ بننزل هنا عند get free bin for connection او اقدرت هنا في المنتصف عند الرمز اللي موجود معايا هنا بنضغط select بتظهر معايا please enter bin code هنا علشان اقدر احصل على البن كود من التليفون بدخل ابحث في جوجل وببدأ اكتب في البحث award award بن كود بعد ما كتبت award vbn بن كود بضغط على علامة البحث بتبدأ تظهر معايا نتائج البحث واول نتيجة عندي للبحث award vbn بضغط عليها بضغط على accept اللي بتظهر معايا في الرسالة في اسفل الشاشة وبعد كده ببدأ انزل في الصفحة عندي لغاية موصل للمستطيل المكتوب في generate bin بضغط عليه بعد كده بيقول لي please wait وهنا بيبدأ يظهر معايا الكود زي مواضح كده قدامك في الشاشة الكود اللي ظهر معايا vdslgr ببدأ اكتب الكود ده عندي هنا في الشاشة هنبدأ نكتب مع بعض vdslgr بعد ما كتبت الكود اللي ظهر معايا في التليفون هنا بنزل اضغط على next و بعد كده بضغط connect to vbn وبعد كده بنزل اضغط على ok و كده بلاقي كتاب لي connected وهنا بيديني ست ساعات اقدر استخدم فيهم خدمة vbn من خلال تطبيق award vbn ست ساعات وبعد ست ساعات بتنتهي اقدر ان انا احصل على ست ساعات تاني بنفس الطريقة ان انا احصل على كود جديد من خلال موقع award vbn زي ما شوفنا من خلال التليفون هنا بقى اقدر ان انا انزل اختار من بين عدد كبير من الدول المتاحة واللي باختصار بيتم تحويل موقعك الى موقع الدولة اللي انت بتختارها فهنا هندخل مثلا نضغط اوكي بلاقي تبدأ تظهر معايا الدول هنا عندك كندا ممكن فنلندا فرنسا احنا هننزل مثلا نختار USA بنزل اختار من بين الدول اللي موجودة معايا عندي US New Jersey احنا هنختار مثلا US New Jersey 3 بضغط select اصبح عندي الموقع الان US New Jersey 3 هنطلع للصفحة الرئاسية الهوم سكرين وبعد كده هنبدأ ندخل فيه تطبيق تيوبي هنشوف الرسالة اللي كانت بتظهر ان هذه الخدمة الرئاسية المتاحة في موقعك ما زالت موجودة ولا لا بنضغط select ومبروك عليك تطبيق تيوبي الشهير هيشتغل عندك بدون اي مشكلة واي تطبيق زي تطبيق تيوبي او اي برنامج زي مواضح كده هنبدأ ان احنا نضغط على next نضغط next نضغط على get started وبعد كده continue as a guest تطبيق اشتغل معاك هتقدر تنفذ نفس الخطوات على جهازك مهما ان كان نوع جهازك سواء ان كان جهاز تيوبي بوكس او تيوبي ستيك باي نظام تشغيل نظام تشغيل الاندرويد او جوجل تيفي او كل اجهزة الفاير ستيك بكل انواحها ميزة اكتر من رائعة عزيزي المشاهد ما تنساش تكتبلي في التعليقات وتدلعني وتقول لي يا ابو حميد وما تنساش الاعجاب بالفيديو لو عجبك المحتوى واتمنى دعم القناة بالاشتراك لو انت لسه اول مرة تشوفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته